اشتركوا في القناة 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 اضرت الناس كثيرا اخترعوا الذرة وصلوا الى تعرف الى الذرة واخترعوا القنبلة الذرية فاضروا الناس بها كل الخبرات السابقة التي اكتشفت كانت بسبب عقل الانسان لكن عندما توجه فيه وهو قادر على ان يوجهه اما الى الخير او الى الشر لكن منهم فئات استعملوه في الشر وفي ضر الانسان اذا هنا اول وسيلة وجهنا الله اليها سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ماذا قال لنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم من سورة العلق ما هي اول وسيلة اول شيء طلبه الله سبحانه وتعالى من محمد عصاة السلام ومن امته بعدها الى هذا القرن اقرأ نحن امة نقرأ نحن امة اقرأ فهل تعلم انك عندما تقرأ كتاب واحد فانك تقرأ عن خمسين او ستين كتابا قرأوا هذا الكاتب فهذه هي اهمية القراءة القراءة جدا جدا مهمة علينا ان نجعلها عادة لنا عادة اجعلها القراءة عادة اول شيء نتعلم نتعلم قراءة القرآن الكريم وبعدها نقرأ الكتب كلها فاذا تعلمنا القراءة عرفنا كيف كيف يفكر هذا العالم وماذا اطلع عليه هذا العالم وماذا قرأ هذا العالم اذا اول وسيلة هي القراءة الوسيلة الثانية قال الله سبحانه وتعالى هل يستوي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب ما الوسيلة الثانية ما هي الوسيلة الثانية الذي نستعملها لينمو عقلنا ما هي طلب العلم هل يستوي الذين يعلمون عندما تدرس وتتعلم وتصبح على درجة عالية او تصبح طبيبا او تصبح مهندسا هل انت تصبح في طريقة تفكيرك طبعا مع الاخلاق الحسنة مع الاخلاق الطيبة مع توجيه فكرك الى الاشياء الخيرة والحسنة هل يستوي وانت الذي لا يعلم او لا يفقه شيئا في العلم لا اكيد لا اكيد لا لذلك قال الله سبحانه وتعالى لا يستوي لا يستوي هو سؤال فلكن وهو الجواب لا لكن من يفقه ذلك يفقه ذلك اصحاب العقول قال الله تعالى افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها اخبرتكم الوسيلة المهمة هي تدبر القرآن ليس قراءة القرآن فقط ليس قراءة القرآن فقط ولكن تدبر القرآن ان تفهم معانيه ان تقف على حدوده ان تعلم الحلال والحرام ان تفهم عندما يقسم الله في بداية الاية لماذا اقسم وبماذا اقسم ومن اجل شيء نقسم لذلك نحن نشرح الايات بالتفصيل حتى نعرف تدبر هذه الايات قال تعالى قال تعالى التدبر يعني الفهم فهم الايات التدبر يعني فهم الايات قال تعالى افلم يسير في الارض فتكون له قلوب يعقلون بها فالقلب بين اصبعين من اصابع الرحمن فالقلب هو مناط العقل ومركز العقل فاذا عندما يتسير في الارض فتنظر الى الجبال وتنظر الى السماء وتنظر الى النجوم فبالتفكر والتدبر في خلق الله هذه هي وسيلة لكي تعمل عقلك وتفكر بشكل جيد وابتجاه صحيح اعمال العقل والتفكير في مخلوقات الله لماذا خلقنا الله لماذا اوجدنا على هذا الارض لماذا خلق السماء لماذا خلق الارض هذه كلها عندما تتصل بالاجابة تصبح تديك تفكيرا صحيحا وتتجه في مسار حياتك على الطريق الصح افكر واميز نبين الان من يعمل عقله اي من يفكر بطريقة صحيحة ومن لا يستعمل عقله بين من يستعمل عقله وبين من لا يستعمل عقله في المواقف التالية لنبين سبب ذلك اول موقف اوفى يوفي بعده لوالدته بالحفاظ على نظافة غرفته هل اعمل عقله هو وعد والدته أن يحافظ على نظافة غرفته ووفى أي أنه دائما يحافظ على نظافة غرفته فهو يعمل عقله السبب لماذا؟ لأنه أوفى بعهده والموثون بعهدهم إذا عاهدوا إذا نحن نقرأ في القرآن والموثون بعهدهم إذا عاهدوا هؤلاء من علامات الإيمان فإذا نحن قرأنا القرآن ووعدنا نوفي بوعدنا لأننا نريد أن نوفي بعهدنا مع الله ومع الناس إذن والوسيلة والموقف الثاني ينقل الأخبار التي يسمعها دون التثبت من صحتها ماذا يفعل؟ كلما سمع خبرا يأتي إلى صديقه وينقله إليه من دون أن يفكر هل هذا الخبر صحيح؟ هل هذا الخبر إشاعة؟ فإذن نحن أيضا نرجع إلى القرآن الكريم ماذا نقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسقهم بنبين فتبينوا فإذن علينا التثبت من الأخبار فهل أعملنا عقلنا؟ لا يعمل عقله لأنه لم يحكم عقله فقد يدر بالآخرين إذا أنت نقلت خبرا ولم تتأكد من صحته تقول عن هذه الفلانة إنها أخلاقها سيئة وتقولين عن هذه الفلانة أنها تسرق الأغراض وتسرق الأشياء من محفظتك قد لا يكون الخبر صحيحا تتهمين أحدا بخبر غير صحيح فأنت قد أصبتها وأسأت لسمعتها الموقف الثالث هو ينشغل عن أداء الصلاة باللعب ما هو المهم؟ لو أننا أعملنا عقلنا وفكرنا جيدا ما هو المهم؟ الصلاة إذن لا يعمل عقله لأنه لم يختار الأهم أخبرتكم ما هو الأهم؟ هو الصلاة تجتهد في دراستها هي تعرف مصلحتها تعرف أن نجاحها وتفوقها عندما تجتهد في دراستها تصل إلى الهدف الذي حددته لها وجهت نفسها إليه وأملها وحلمها بدراستها فهي تعمل عقلها لأنها تعرف ما ينفعها إذن الأخير الموقف الأخير يعفو عن زميله الذي أساء إليه لأننا نريد أن نكسب الحسنات فإذا عفونا هناك من لا يقدر على المسامحة في أمور عظيمة لكن في الأمور البسيطة نستطيع أن نتسامح فيما بيننا فهو يعمل عقله لأنه استخدم عقله بالشيء الصحيح نفكر ونبين الآن كيف نستخدم العقل في المواقف التالية أيضا دائما عليك إذا أحد طلب منك طلب ما عليك أن تفكر هل هذا الأمر في مصلحتك هل هذا الأمر يضر غيرك هل هذا الأمر يأتي بالخير إليك أو لأهلك أو لأصحابك شغل عقلك واستعمل عقلك بالشكل الصحيح وقد أعطاك الله عقلا نيرا وتعلمت القرآن فأرجع الأمور إلى صوابها وفكر بحسبها بحسب ما يكون هو الصح فعندما يشير عليك زميلك بالهروب من المدرسة تفكر هل هذا الأمر صحيح أنا أأتي إلى المدرسة لأتعلم لماذا أهرب سيأتي وينتهي الدوام وأعود إلى البيت فلماذا أهرب لماذا أعصي أمي وأبي وأعصي الله وأتسبب ربما إذا أهربت معه قد يحدث لنا حادث في الصدام السيارة هو لا أستجيب له فهو تفكير غير صحيح سقط زميلك على الأرض وكسرت يده في الملعب إذا استعملت عقلك فماذا تفعل تذهب إلى الإدارة و يتصلون بالإسعاف ويسعفونه تستعمل طريقك بالطريقة الصحيحة إذا كنت لا تعرف كيف تسعفه ولا تعرف شيئا عن الإسعاف تذهب إلى المسؤول عن ذلك فاستعمل عقلك بالطريقة الصحيحة لا تتهور ولا تستعجل فكر جيدا أبلغ الممرد بذلك ليسعفه فإذا الممرد هو المختص بإسعافه اتفق الزن ملاءك على الغش في الامتحان الغش في الامتحان أنت تسرق معلومات تعب عليك تعب عليها صديقك فأنت سارق وأنت تضر نفسك لأنك إذا سئلت وأعدت الامتحان من جديد لن تعرف أن تجيب عليه فإذا أنت سببت الضرر لصديقك ولا نفسك وأيضا من عصيت أخذت سيئات وأخذت السيئات فإذا لا أغش وأصطاحهم بأعمال عقلهم القيادة الحكيمة الشيخ القيادة الأمراء والشيوخ في بلد الإمارات ماذا فعلوا؟ أدركت قيادة الرشيدة في دولة الإمارات قيمة العقل للإنسان فاهتمت ببناء شخصيته وتنمية عقله ليكون عضوا منتجا في المجتمع يسد احتياجاته ويساهم في نهضة مجتمعه فقد حثنا على ذلك القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله بقوله إن الله منحنا العقل والصحة ويجب علينا أن نحسن استغلالهما ليرضى الله عنا ويبارك أعمالنا اللهم أجملها من عبارة الله أعطانا العقل والصحة هاتان نعمتان لا تثقلان بمال الدنيا فإذا نحن استعملنا العقل والصحة أتينا بالخير من حيث لا نحتسب أتانا الخير من حيث لا نحتسب ورضي عن الله لأننا استعملنا العقل في نعمة أنعم الله بها علينا في الشكل الصحيح لما وهبنا لأجل ما خلقنا الله إياه استعملنا العقل في عمارة الأرض لماذا خلقنا الله لكي نعمر في الأرض ونعبده فإذا عمرنا الأرض وعبدنا الله ونشكر الله على هذه النعمة بارك الله لنا في أعمالنا وازدهرت بلادنا إذن نبحث ونعبر عن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تنمية القدرات العقلية للإنسان ماذا فعلت الإمارات المهتحدة أول شيء فعلته فتحت المدارس والمشافي أول شيء بنت الإنسان علمت الإنسان وفرت الدولة المدارس إذن وأيضا أقامت مراكز للبحوث ماذا فعلت أيضا مراكز البحوث كي تبحث لكي تدرس تعمل الدراسات العلمية إذن وأيضا أنشأت مراكز لتنمية المواهب هناك من يتميز بمواهب عديدة فمنهم يتميز مواهب القراءة منهم يتميز بمواهب الاكتشاف والاختراع أنشأت قامة دولة الإمارات بإنشاء مراكز لتنمية المواهب منهناك أيضا مراكز للعب الرياضة لمن يجتهد في ممارس السباحة كلها مواهب بنتها الإمارات لتنميتها وزيادتها دعم التقاف القراءة إذن أهم شيء نحن ننظر الآن إلى أن هناك مصابقات لأفضل قارئ على مستوى الدولة ولها جوائز مميزة حتى أن دولة الإمارات ترسل بعثات إلى الخارج ليشتشاركوا في مصابقات القراءة ما يتنافسون على مستوى الدول وعلى مستوى العالم أطلقت في عام 2015 عاما للإبتكار سمته عالم للإبتكار عام 2015 في أجل أن تحفز الطاقات لكي تعمل عقولها تستعمل عقولها بشكل صحيح في الاختراعات فنجد الآن في الإمارات مخترعون يعملون على اختراع أشياء جديدة في مجالات العلم والتطوير ما هي الأعمال التي نناقش ونكتب علينا أن نكتب في كتبنا يا شباب يا صبايا يا بناتي الأعمال التي من خلالها نحسن استثمار عقولنا لنير رضا الله في المجالات التالية إذن الله أنعم علينا بالعقل لكي ماذا أول شيء ننارد الله لأننا إذا عملنا عقلنا ونردنا رضا الله فسندخل الجنة في المجال الأول عبادة الله تعالى كيف نحافظ على الصلاة والصيام نحن نعلم أننا الله فرض علينا الفرائد فرض علينا الفرائد فمن هو الذي يقوم بالصلاة والصيام صاحب العقل المجنون أخبرتكم ليس عليه تكليف لا يكلف المجنون لا بالصيام ولا بالصلاة ولا غير المميز من الناس الذي لا يميز أين لا يعرف الأخرس الذي في رأسه عقل مكلف ويحاسب يحاسب على قدر قراءته حتى الأعمال الذي يميز أيضا يحاسب نرى كثيرا من قراء القرآن الكريم بارك الله لهم ورحمهم الله هم لا أعميان لا يرون لكنهم مكلفون لكن الذي لا يكلف ولا يحاسب هو المجنون الذي فقد عقله التعامل التعامل مع الناس كيف نتعامل نستخدم عقلنا في التعامل مع الناس ننال رضا الله نتعامل إليهم بالإحسان بالصدق والإحسان إليهم بالأخلاق الحسنة بأن لا نكذب لا ننقل أخبارا عنهم سيئة في العلاقة مع البيئة في العلاقة مع البيئة كيف نتعامل هذه الأرض خلقها الله لنا لنبليها ولا ندنبرها بالتلوث المحافظة على نظافة البيئة فنرمي القمامة الأشياء البلاستيكية في مكانها نذهب بالأشياء التي تصنعها أصلحة التدوير في مكانها في مجال التعلم نحن كيف نصل إلى هذه الأشياء بالتعلم بالعقل بالعقل إذن بالتعلم طلب العلم النافع طلب العلم النافع لا نذهب إلى العلم الضار لا نجلس على الأجهزة الإلكترونية ونلعب الألعاب التي تضيع علينا نظرنا وعقولنا ووقتنا دون فائدة فنجلس عليها الآن نحن الآن في حاجة إليها لكي ندرس من أجلها نبحث نبحث في جوجل في المواقع على معلومات تهم ومواضيعنا ودراستنا هذا هو العلم النافع وأيضا في القراءة حتى في القراءة عندنا نبحث نبحث في كتب تنفعنا من أجل العلم ما هي نفكر ونناقش ما هي نتيجة الاقتناع بأن ذكاء المرء محسوب عليه في المجالات الآتية ذكاءك وعقلك أنت محاسب عليه عندما تقتنع بأن ذكاءك وتصدق وتؤمن بأن ذكاءك محسوب عليك ما هي النتيجة ماذا سيحدث في الإبداع والابتكار تبدع في مجال دراستك أنت محاسب أنت محاسب على إبداعك فأنت تبدع وتتجه إلى الاتجاه الصح في الدراسة لتأخذ علامات عالية وتدرس المجال الذي تحبه فينتفع منك الناس والبشرية جميعا ويرضع عنك الله في العمل والإنتاج عندما تعلم أن ذكاءك في العمل والإنتاج محاسب عليه ماذا تتقن عملك تحاسب تتقن يعني إذا طلب منك مشروعا تتقن في عمله إذا طلب مني أنا كمعلمة أن أجهز درسا أتقن فيه لأن عملي وذكائي وعقلي أو حاسب عليه في العلاقات الاجتماعية عندما نعلم أن علاقتنا ترابط علاقاتنا متعلق بحسن استعمالها وحسن ذكائي هناك ما يسمى بالذكاء الاجتماعي يسمى في تدبير علاقتنا مع الناس إذا أحد أساء إلينا لا نرد الإساءة بالإساءة لكن نتعامل عليه معه بحيث يعرف أنه قد أخطأ إذا في العلاقات الاجتماعية نبني معهم علاقات طيبة نتواصل فيما بيننا يكون تعلاقتنا بالتراحم والتواصل والود والمحبة في خدمة الوطن كيف نستعمل ذكاءنا بالشكل الصحيح ونعمل لما أننا محاسبون عليه في خدمة الوطن نتعلم ندرس نحافظ على البيئة كل هذه الأشياء نساهم في رفعة وطننا في رفعة البلد لكي يصبح من البلاد المتقدمة وينادى باسمه بين بين بلدان العالم إذن نلخص درسنا مفاهيم درسنا ماذا أخذنا عن نعمة العقل تعلمنا أننا في نهاية كل درس نلخص لنتعلم خلاص الدرسنا ما هي نعمة العقل ما هي مكانة العقل في الإسلام ما هي مكانة العقل في الإسلام وسائل تنمية العقل في الإسلام ثمار إعمال العقل ثمار إعمال العقل يعني النتائج النتائج التي نحصلها وننالها ونصل إليها عندما نستعمل العقل بالشكل الصحيح ما هي مكانة العقل في الإسلام؟ اهتم الإسلام بالعقل لأنه لماذا؟ لأنه لأنه ماذا؟ لأنه هو أفضل شيء خلقه الإنسان الله في الإنسان أدات لمعرفة الله تعالى كيف عرف إبراهيم الله سبحانه وتعالى كيف تعرف الأنبياء بالعقل بالعقل ونحن حتى نحن حتى الآن نحن إسلام وأهالينا علمون الإسلام لكننا عندما نتدبر آيات القرآن نعرف عظبة الله الذين يسلمون ويؤمنون الآن عندما يفتحون القرآن كثيرا سمعنا بقصص كثيرة عن أناس آمنوا وانتقلوا إلى ديانت ودخلوا في الإسلام ودخلوا في دين الإسلام بعدما ماذا؟ بعدما قرأوا وتعلموا وقرأوا في القرآن وقارنوا بين علمهم والذي موجود في القرآن فهم تعرفوا بعقلهم على الله سبحانه وتعالى وأيضا لماذا؟ لماذا؟ لأنه هو الذي يميز بين الحق والباطل العلماء عندما وجدوا أن الذي يتعلمه هذا إذا وجه للخير فهو يستفيد منه الإنسانية وإذا وجه إلى الشر فسيتضرر الإنسانية إذن فالإنسان لأن أصل اهتمام الإسلام بماذا؟ بالإنسان وبالعقل فهو أذات تميز بين الحق والباطل حتى نحن الإسلام عندنا ميز أن عباط الله هي الحق فستصلنا إلى الجنة لأننا لن نبقى في هذه الدنيا وستنتهى هذه الدنيا إما إلى النار أو إلى الجنة فنحن مصيرنا إذا أردنا أن ندخل النار نعمل أعمال السيئة أو إذا أردنا أن ندخل الجنة نعمل أعمال الحسنة فهو يتميز بين الجيد وبين السيء بين الحق وبين الباطل أساس تكليف العبادات أخبرتكم أن المجنون لا عليه ليس عليه حرج وليس عليه تكليف وليس عليه تكليف في العبادة لا يحاسب يعني عند إذا أتى المجنون يوم القيامة الله لا يحاسبه لا يحاسبه لأنه فقد عقله فهو لا يميز حتى لا يميز بين الحق إذا أعطيته نارا ربما يمد يده ويحرق نفسه بها فهو لا يميز إذن وسائل تنمية كيف نمن ننمي عقلنا كيف نوسع مدارك تفكيرنا كيف نستطيع أن نفكر بالشكل الصحيح القراءة عندما نقرأ ونقرأ الأشياء الصحيحة والحسنة طلب العلم بالرياضة آه بالرياضة عندما نتعلم عندما يكون نتعلم الرياضة ونكون جسمنا رياضيا يصبح حتى الحركة الأكسجين يدخل إلى الدماغ بشكل جيد يصبح تفكيرنا محسنا إذا كنا كئيبين وأجلسنا في البيت ولا نمارس الرياضة لا يكون تفكيرنا سيئا وسلبيا فعندما ترى نفسك عندما تعود بعد حسنة الرياضة تصبح متنشطا وتصبحين نشيطا آخر وسيلة حفظ القرآن وهي صحيحة الأخيرة لكنها في الأولويات أول شيء عندما تتعلم القراءة تقرأ القرآن وتطلب العلم وتمارس الرياضة عندما تتعلم القرآن حفظه حفظه وفهمه وتنفيذه يعني قراءته والعمل ما به قراءته ثم تعمل بالعلم بما فيه وتتعلم أن تمارس الرياضة نتائج استعمال العقل بالشكل الصحيح ما هي نتائج استعمال العقل بالشكل الصحيح هذه معنى عبارة ثمار أعمال العقل للشكل الصحيح التقدم العلمي والتكنولوجي يعني نستطيع أن نصبح نتعلم نخترع الأدوات نخترع المكانات نعمل اختراعات كبيرة الاجتهاد حصن الخلق عندما تعمل عقلك بشكل جيد تعرف أن الأخلاق السيئة ستضر بك وبمن حولك لأن سوء خلق قد يدلك على الأعمال السيئة والأعمال غير الصالحة والأخلاق غير الصالحة فعل الخير عندما تتقدم عندما تعمل عقلك وتعرف أن إذا بالعلم إذا تعلم بهذا العلم تعمل به الأشياء الحسنة وتقدم به الأشياء الحسنة للناس هذه هي تكون تنال رضا الله وعندما تستعمله بالأشياء الضارة تنال غضب الله وسخط الله فتتعلم أن فعل الخير هو لمصلحتك ولمصلحة الناس نضع بصمتي نقلت أن أثرك في هذه الدنيا يبقى ما دمت حيا حتى بعدما تموت وعندما تصل إلى نهاية الحياة في يوم القيامة يحاسبك الله على كل أعمالك فبصمتك تبقى طول حياتك وبعد وماتك فهذا هو الأثر من أجل ماذا تتفكر تستعمل عقلك يعني تفكر تتعلم تتفكر وتتدبر وتخترع وتبتكر من أجل ماذا لتستعمل العقل في تنمية قدراتك لتستثمر العقل في تنمية قدراتك وتنفع وطنك حبيب إمارات العربية المتحدة ونفيد البشرية على فكرة العلماء الذين اخترعوا المصباح والذين اخترعوا الأجوية العلماء العرب الذين درسوا طوال عمر ومض وأمضوا وقتهم في الكتب وهم الذين أوصلون أوصلوا إلينا الأدوية وأوصلوا لنا الاختراعات وأوصلوا وجعلوا لك الآن التكيف لتعيش فيه وفتقيق شر الحرب والإضاءة كي لا تضيئ على الشمعة لكي لا تبقى على النار كل هذه الاختراعات ثمرات وجهود من آلاف السنين من استعمال علماء تركوا بصمتهم لحد الآن ونحن الآن نبحث في كتبهم لكي ننتج الأفضل فعليك أن تضع بصمتك وتدرس جيدا لكي تفيد بلدك وتفيد البشرية بصمتك نجيب نجيب بمفردنا هذه الأنشطة ادرسوها وفكروا فيها تركتها محلولة لكم لأن ليس عليكم حل هذا الأسبوع اقرأوها جيدا لن أشرح عليكم أن تفهموا وتشرحوا الأنشطة جميلة جدا الأنشطة جميلة فكروا فيها وتدبروا الدرس رائع جدا فهذه ما تركتها لكم في الدرس نكتب صحيفة نبين فيها منافع مطالع الكتب وقراءة الموصوعات في تنمية العقل الإنسان وتطوير ثقافته وتطوير ثقافته إذن أخبرتكم أن الكاتب عندما يكتب يكون قد قرأ على مئات الكتب فأنتم عندما تقرؤون كتابا ألفه مؤلف فأنتم تقرؤون عصارة خبرته ونتيجة مطالعته لخمسين أو ستين أو مئة كتاب فهذا ليس الشيء السهل تخيل أنك تأتي بمئة كتاب وتقرأه لا فإذا أتيت بكتاب واحد وكتاب جيد ممتاز وقد مدح لك فيه ونصح لك فيه فقرأه وأفضل كتاب نقرأه ما هو كتاب الله سبحانه وتعالى كلام الخالق العزيز الكريم سعدت بصحبتكم في هذا الدرس الرائع طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء في درس القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر